ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير نهاردة هنتكلم على برج الميزان هنتكلم اكتر على تراجع الحظ في عام 2022 يعني ايه يعني احنا عندنا بعض الفترات اللي هيكون فيها الحظ متراجع هنا هنقدر نقول ان احنا لازم نخبط كده او نحرك الاضواء ناحية النقطة دي عشان نقدر نحنا ناخد بالنا من بعض التوقيطات اللي ممكن نكون فيها تأجيل تأخير تراجع حظ بمجمل عام فاحنا عندنا بالفعل بعض الاوقات اللي هيكون فيها طاقة معكسة لكتير من الامور اللي علينا اللي احنا لازم ناخد بالنا كتير منها الحاجة التانية برضو اللي انا هوضحها يعني انا هوضح لك التوقيت وهوضح لك الاسباب الخاصة بتراجع الحظ وكمان ممكن اقولك تستخدم ايه لقانيقات بديلة تقدر تستفاد بيها طيب مبدأ ايه برج الميزان انت عندك فيه خلال الفترة اللي ليها علاقة بالحظ اللي مش لطيف هي الفترة المعاكسة الواقعة ما بين عشرة مايو لبداية شهر اغسطس هو لحد يوم 28 يوليو بس احنا لحد يعني لحد بداية اغسطس فاذا انت عندك الفترة دي هي فترة دقيقة جدا 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 فيها بعض المعاكسات الامور الضغطة شوية خاصة فيه لان هنا كوكب المشتري كوكب الحظ اصلا موجود في برج الحمل لانه بينتقل من برج الحود لبرج الحمل في الفترة دي فاذا انت عندك الفترة دي هي فترة فيها تقلبات فيها امور معاكسة فيها امور سلبية طيب زي ايه بقى يعني خلينا نتكلم على النقطة نوضح بس ان هي ايه الاسباب او ايه الامور اللي قدامي تبقى مش لطيفة اخد بالي منها كتير اوي في الفترة دي اخلي بالي كويس اوي اوي من معاملتي مع الشريك اخلي بالي كويس اوي من ان انت ما تبقاش هجومي اكتر تتعامل مع الشريك برفق شوية حاول على قد ما تقدر اه لان هيكون فيه بعض الضغوط العاطفية وبعض التأثيرات اللي انت هتحس ان هي مش اهتمام اوي اللي هو مش حب اوي الجودة فيه نوع من انواع المنافسة او التحدي متواجدة خلال الفترة دي بالنسبة لك كمان هيكون فيه اشخاص هيبقوا بيديقوك بالكلام مع انك هيكون عندك القدرة العالية انك انت تنتصر عليهم في اوقات معينة في خلال الفترة المعكسة وهي بالنسبة لك فترة شهر يونيو يعني يعتبر مايو ويوليو شوية صعبين اوها ضاغتين جزئيا الى ان شهر يوليو بالنسبة لك هيكون لطيفة اجواءه لطيفة اجواءه مميزة عليك يا برج الميزان فاذا انت عندك فيه فرصة انت قادر فيه على اقتحام الحظ وان انت تخليه من متراجع لانه يجي في صفك مرة تانية عندك اوقات مناسبة ما برضو انت من اكتر الابراج المحظوظة خلال عام 20-22 ولكن هدف الموضوع ده ايه هدفه ان احنا بنعرف ايه اسباب تراجع الحظ بالايام او بالتوقيت بالنسبة لنا عامل ازاي عشان برضو نعرف نحدد الايام بقى احنا بنتكلم على سنة احنا بنحدد التوقيت المعين اللي هيبقى فيه ضغوط فيه تراجع في الحظ اخلي بالي منه ازاي اعمل ايه فانت عندك الوقت اللي هو فيه حظ قليل هي الفترة الوقاعة من 10 مايو لحد 28 يوليو بالنسبة لك الفترة دي ضغطة لانها فيه فترة من النص قادرة على تحويل الاجواء الاجواء الى ايجابية ومتقدمة لك بسبب ان هيكون الشمس متواجدة في برج الجوزاء في خلال الفترة دي فاذا في ظل الطاقة المعاكسة انت قادر على ان انت تثبت نفسك في انت تراجع الحظ بالنسبة لك انت قادر على ان انت تجيب حظ لنفسك يعني قادر بتعرف تجيب شاطر انت في كده شاطر فيه ان انت تجيب الاجواء اللي صالحك جدا برضو بالنسبة لك يا برج الميزان في حاجة كتير مهمة ان عندنا برضو توقيت تاني مش قلطف حاجة وهو اخر اسبوع من اغسطس اول 3 اسابيع من سبتمبر لان هنا ده بيتك ال 12 هيكون فيه حركة الشمسة هيكون فيه اعداء بعض التقلبات بعض التأخير بعض التأجيل اشخاص بيعندوا معاك فيه حاجات مش لطيفة حالة من العند حالة من تزويت كراهية تجاهك بسبب انتصارات على فكرة فيكون اما انت عندك حظوص كتيرة احنا تكلمنا عنها ووضحنا الدنيا بس انا بتكلم دلوقتي على هدف تاني من موضوع خالص طيب فانت ده التوقيتات بالنسبة لك اللي هي مرهونة بتراجع حظة مش كتير بس انت لازم تخلي بالك منهم مهما كان يعني لازم تخلي بالك من الفترات دي مهما كان ليه لان ممكن تكون مشكلة واحدة في خلال فترة معينة انت تقع فيها ما تعرفش تقدم على شيء تاني فعليا انا اكون حريص وعينف وسط راسي طيب ايه الاشياء بقى اللي هتكون اسبابها يعني ايه المسببات اللي هتكون متوجدة من خلال تراجع الحظ اللي عندي مبدئيا انت عندك فيه اعداء وغيرة وحجد وحسد ومين يزود بالنسبة لك يا برج الميزان بالفعل انت عندك اعداء كتير هل الاعداء دو الناس بعيد عنك لا البعيد عنك يحبك البعيد عنك يحبك لكن اللي يقرب منك يشوف انجازاتك يشوف قوتك يشوف قد انت محبوب يشوف قد ايه انت بتاعت عامل ازاي في حياتك يبقى بيحسدك عندك اشخاص هيبقوا بيقرنوا ما بينك وما بينهم كتير بيقرنوا بقى من الناحية العاطفية ومن الناحية الحياتية بشكل مجمل عام في مقارنة في مقارنة متواجدة فانت عندك اعداء كتير لان في اشخاص كتير هيقفوا معاك هيدعموك من اول العام لان اول اربع شهور من العام هم حزوص قوية جدا من نسبة لك رغم الطاقة المعاكسة المتواجدة بتاعت اصحاب بتاعت الامر المتواجد في برج الحمل في فترة اللي هي اواخر اخر اسبوع من مارس وبداية شهر ابريل هتبقى فيها شوية طاقة معاكسة الى انها برضو بتعدي يعني انت قادر على تخطي المرحلة دي لان كوكب الحظ موجود في برج الحوت وقتها المهمة فانت عندك نوع من انواع الايجابية نوع من انواع التقدم نوع من انواع الى اشخاص كتير بيتعرفوا عليك وبيعرفوك فاذا انت عندك هنا علاقات جيدة عندك اشخاص حاسدين لعلاقات الجيدة عندك اشخاص حاسدين تقدم مهني مبهر انت هتكون متقدم اوي اوي في الشأن المهني يا برج الميزان فيكون عندك حاسد كتير على الشأن المهني فانت عندك حسد عندك حبض عندك عداوة بين تلزينة عندك حالة كره للخير يعني فيه ناس بتتمنى زوال النعمة منك وده هيقصر فيك يعني ايه مواصل انت برج من الناس اللي هو لو شافوك ان انت بتكوح كحها وبيقولوا بيكوح ازاي ممكن تشرق مش تكوحها فخلي بالك كتير انت عندك انت الحسد بيدب فيك الحسد بيدب فيك بيلزق فيك جدا فعليه ان انا اكون برضو محاصة نفسي واخد بالي كويس قوي النقطة التانية من الاشياء اللي ليه علاقة به او مسببات تراجع الحظ هي فكرة ان انت عندك تأخير وتأجيل واحنا قلنا ده لما اتكلمنا على ان هيكون كوكب الحظ المتواجد في برج الحامل اتكلمنا على التأخير والتأجيل هيبقى عندك حاجات ليه علاقة بتأخير حاجات ليه علاقة بتأجيل حاجات انت منتظرها بشغب جدا تتأجل تتأخر عندك ده يعني عندك النقطة دي جدا يا برج الميزان برج الميزان انت محتاج كتير التركيز لانه هيكون في خلال الوقت اللي فيها تراجع حظ اللي انا حتى اتهالكم فيها نوع من انواع التركيز ان احنا فقدينه مش مركز انت بتقول ايه مش مركز في الحاجة دي ايه ففكرة عدم التركيز ده شيء على فكرة يخلي ان احنا نقع وده برضو من احد اسباب تراجع الحظة فعليا ان انا اعمل ايه علا ان انا اكون واخد بالي كويس اوي اوي من الصحة الجسدية ونظام اكلي ونظام شوربي ونوعية مشروبات سي تكون عاملة ازاي ان انا اهتم بيه ان انا ازود مناعة ازود صحة اهتم بشأن صحي عشان اعرف اركز ليه هو انت عندك عدم التركيز هيكون جايلك من خلال او من خلال امور صحية اه لان الوضع الصحي في امور صحية ضاغطة علينا في خلال هذه السنة في الفترات المتراجع فيها الحظ يا برج الميزان فلازم اخلي بالي اوي على الشأن الصحي لان الشأن الصحي بيجر حاجات كتير بيجر تركيز بيجر ان انت ممكن بتأخر وبتأجل انت اللي عندك السبب في التأخير والتأجيل يعني مش حاجة طارقة غصبة عنك تمام فخلي بالك كتير اه طبعا ظروف صحية فده برضو امر طارق بس بيطلع منك انت التأجيل او التأخير فعندك النقطة دي كتير يا برج الميزان عندك كمان هيبقى من الاشياء اللي انا بشوف فيها تراجع الحظ هي فكرة ان يبقى عندك عروض قوية جدا جدا ونوع من انواع التميز او القوة الحقيقية اللي ممكن تتحط عليها ويبقى انت بتأجل يبقى انت بتأخر يبقى انت عندك ظروف معينة تبنعك من كذا يعني انا مريت بقى في 2021 والله وكانت برضو 2020 ويعني ربنا يستر بقى على 22 وقدر ان انا اوافق على لقاءات وعلى ندوات وعلى حاجات كتير انا باعتزر لكل القناوات والله او المزعين اللي هما يكلموني او خلوا الاعداد هما اللي يكلموني من ضمنهم برضو اصحابي يعني عايز اقول لكم والله اصحابي برضو اجلت معاهم وما روحتش فكان عندي ظروف كتيرة تبنعني من ده فدي برضو من الطاقة المعكسة يعني دي من الطاقة المعكسة بسبب برضو ظروف صحية انتوا كنتوا برضو الناس اللي امتبعيني قادرة بالحاجات اللي احنا مرينا بيها مع بعض عامة فاحنا عندنا فيه تأجيل تأخير فيه الاوقات اللي هي المعكسة اللي انا وضحتها لكم ده الاسباب او مسببات تراجع الحظ وضحت لكم الفترات اللي هيكون فيها تراجع الحظ بتمنى منكم جدا ان احنا ناخد بالنا من الدنيا بتاعتنا تبقى ماشي ازاي ناخد بالنا ان الوقت اللي فيه تراجع حظ انا ابقى فائله قوي يعني ابقى فاية ابقى مركز ابقى ضقيق مزعلش على اي تأخير او تأجيل او اي ان كان اعرف كويس قوي ان كل حاجة ربنا كاتب عليك هتعدي يعني بس انت عليك ان انت تبقى مركز عليك ان انت تبقى بتسعى اكتر عليك ان انت اه نسيت اقول لكم على حاجة مهمة كتير في الفترة المعكسة في الفترة المعكسة بالنسبة لك اللي هي خاصة الفترة الوقاعة ما بين 10 مايو وبداية شهر اغسطس عندك اهلك من ابراج نارية عندك حبيب من برج ناري قرب منهم قرب منهم اسمع منهم ما تخشش في موضوع او مشروع او حاجة انت مضطر لها اضطراريا الا لما تستشير الشخص ده ليه لانه هيكون عقليته اوعى منك خلال الفترة دي لانه هيكون قادر على ضبطك كانه قادر على ان هو يمشيك في الطريق الصحة لو شخص عزيز عليك فعلا يخاف عليك اوي من ابراج نارية الاسد الحمل القوس اسمع منهم اوي عمتا انا بشكركم كتير وبتمنى كتير ان اكون في التقوم ما تنسوش اللايك وشيرو الشرط في قناة تفعيل الجرس سلام موسيقى